اليوم نتكلم عن جورج فلويد نحن نعرف أن هناك جائحة جورج فلويد مثل جائحة الكورونا بالظبط لأن الجورج فلويد انتقل للعالم بسرعة الريح في خلال الثالث أسابيع الماضية والعلاقة بين العنصرية أو العبودية و جورج فلويد ثم فيما بعد الكورونا وهي حقيقة أمسراب خاصة وما علاقتها بجورج فلويد نتكلم في كلامنا اليوم عن 8 محاور 8 محاور في قضية جورج فلويد وقضية العنصرية أم قضية العبودية أول محور هو المدخل وهو التعريفات ثاني محور هو التاريخ تاريخ العبودية وتاريخ الاسترقاق وتاريخ تجارة العبيد ثلاث حاجة استعمار الغربي لكثير من الدول ربي حاجة ممارسات العرب في القرن الواحد وعشرين تجاه الاستلقاق وتجاه العبودية نمرة خمسة ما هو السبيل ومن هم الذين يسعون على تقسير المجتمعات نمرة ستة كيف تعامل الإسلام مع العبودية ومع الرق ومع الرقيق نمرة سبعة ما يحدث الآن في جائحة جورج فلويد أنا بسميها جائحة جورج فلويد لأنها تقل لا تقل أهمية عن جائحة الكورونا كيف التعاون معها؟ مواقع العلاقة ما بين الكورونا وما حدث لجورج فلويد نبدأ كلامنا بالتعريفات أول تعريف هو تفضيل شخص عن شخص وعدم المساواة بينهم من حيث الدين والعرق والجنس واللون إلى آخره وهذا شيء ممقود نمرة اتنين هي الاعتقاد بأن هناك فروقا موروثة بتبائع الناس بتبائع الناس وقدرتهم لدى مجموعة من المجموعات التي تريد أن تميز نفسها عن باقي المجمعين الأخرى في المجتمع فتناسس في القانون وتستسنى في القانون نمرة ثلاثة هي كل شعور بالتفوق أو السلوك أو ممارسة أو سياسة نقوم على الإقصاء إقصاء إقصاء نقوم على الإقصاء والتهميش والتمييز بين البشعة الأساسي للون أو الانتماء أو القومي أو العقل هذه بعض التعريفات التي أخذتها من LDLP Library Doliban Published نشرت في 19.04.2020 العنصرية في نظري أنها مرض أخلاقي وليس مرض جيني أو عضوي استشارت بعض الأخصائيين من المستشارين وكلهم أقروا أنها ليست مرض عضوي أو مرض جيني العنصرية هي جهل وغباء وكفر جهل بمعتركات الحياة والخصائص التي يتمتع بها كل فرد وكل مخلوق قلقه الله بساعة علمه بساعة علم الخالق سبحانه وتعالى وهي غباء لعدم قدرة استيعاب الشخص العنصري الشخص العنصري بمدى الاستفادة من هذا التمييز الرباني للبشر كل فينا ميزة تختلف عن الآخر وهو كفر أيضاً لأن الخالق الذي خلق الإنسان فأحسن خلقه وكرمه والذي وضع هذا التمييز والتمييز بين كافة الخلاق إذن الشخص العنصري الشخص العنصري لا يرى أو يؤمن بالحكمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى هذا التمييز وهذا ما أقره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي قال فيه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني إعلان رباني إنساني عالمي يتحدث مع كافة البشر في كافة الأماكن وفي كافة الأزمنة يا أيها الناس أبونا واحد وأمونا واحدة لا فرق بيني وبينك أنت أخي وأنت أختي ومن ديكهات ومن وجهة نظري أنا أن العنصرية موجودة في داخلنا داخل كاملة البشر التي خلقناهم الله وجعلهم مستخدفين عن الأرض وكلامهم الله فالعنصرية إن لم نتفق على أنها مرض نفسي أو مرض عدوي فهي مرض سلوكي ومرض أخلاقي قائم على أربعة رواكز قائم على أربعة رواكز الأول قلة الإيمان بالخالق أو عدم الإيمان بالخالق إما قلة إيمان بأن في خالق أو عدم الإيمان بالخالق مطلقا دي نمرة واحد نمرة أثنين اتباع القيم والدينات التي ينشئها الإنسان وهي قاصرة أي دين مصدر الإنسان هو دين قاصر لا تستطيع استيعاب أبعاد التغيرات المجتمعية أو الثقافية أو الاجتماعية داخل المجتمع نمرة أردية كده التالتة اتباع الأفكار القاصرة للبشر والمذهبيات الضيقة التي يعملها البشر والثقافات المميزة التي يريد البشر أن يتميز بها عن البشر الآخر والقيمة الغريبة على المجتمعات وعلى الطبيعة وعلى كل شيء وهذه التي أنشأها الإنسان من أجل أن يسود فوق مجموعة الأخرى من أجل سيادة مجموعة ما على مجميع أخرى من البشر نمرة أربعة في الركيزة الرابعة هي الحصول على الكسب السريع وصدقة مقدرات الشعوب الفقيرة من خلال التقسيم العرقي للمجتمعات فتختلف المجتمعات وتتصارع المجتمعات فيأتي الفسدة وأسرقهم مقدرات هذه المجتمعات النقطة الثانية التاريخ متى بدأت تجارة الرقيق والعبودية كانت سائدة حتى من عصر الرومان والعبيد في ذلك الوقت الفضل في بناء حضارات كبيرة تمتع بها الإغريق والرومان إلى آخر إلى آخر فبنيت على أكتفهم حضارات عريقة في القرن الخامس عشر الميلادي بدأ الأوروبيون يمارسوا تجارة العبيد خاصة إرسال الكثير منهم إلى أوروبا وإلى القارة الأمريكية عند العرب بدأت سبع قرون قبل أن تبدأ عند الأوروبيين كان فارق ما بين العرب في تجارة العبيد أو الرقيق هما كانوا قبل الأوروبيين بسبع قرون وهذا ما ذكروا منتز إس في الديجيتال هيستوري سليفري فاكتس آند ميث في بعض الدول بدأت في تجارة العريق في عام 1444 البرتغاليين بدأوا يخدوا العرقيق من غرب أفريقيا من ساعة غرب أفريقيا وكل سنة كانت بغض شمع مية أو ثون مية في القرن الستاشر أسبانيا بدأت تمتهن تجارة العبيد ليه؟ لأنها بدأت تفتح أماكن في أمريكا اللاتينية وخاصة المكسيك ما محتاجة ناس يزرعوا ما محتاجة ناس يصنعوا ما محتاجة عمالة يدوية ثم البرتغال وهولندا وفرنسا والدنمارك اشتركوا أيضا في مثل هذه التجارة وأول عبد نزل عند الحدود الأمريكية أو السواحي الأمريكية كانت في سنة 1619 كما ذكرت الدراسة فعام 1792 وبعد الثورة الأمريكية اللي حصلت هناك يعني بدأوا يعتوا بعض الحقوق لهاؤلاء العبيد في القرن الثمنتاشر بدأت الدول الأوروبية تلغي تجارة العبيد في بنهاية القرن الثمنتاشر وبعدها القرن الثسعتاشر وكان في معاهدة في فيين عام 1814 اجتمعت لها الدول الأوروبية لإلغاء دقارة العبيد على الإطلاق لكن هنا في شيء لابد أن نذكره أن الثورة الصناعية والآلة البخارية ظهرت في أوروبا وخصوصا في بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشر إذن نحن لسنا في حاجة إلى العبيد لسنا إلى حاجة لتجارة العبيد لسنا إلى حاجة إلى هذه الأعداد الكبيرة من الأياد العاملة فنأتي ونعمل مؤتمر لحقوق الإنسان ونحافظ على كينونة الإنسانية في أننا نخرج قوانين في أوروبا عام 1814 تقول نحن نجرم أو نحرم تجارة العبيد ولكنها حرمت لأننا لسنا في حاجة هذه الأياد العاملة التي جاءت قصرا إلى أوروبا وقتل منهم المئات أو الآلاف إلى أن وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية والشواطئ الأمريكية فضل الثورة الصناعية والآلة البخارية التي أنتجتها بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشر نحن قلنا أن العرب كان يشتجر في تجارة العبيد قبل الإسلام ولما جاء الإسلام وتوفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 632 ميلادية كان بدأ في الترغيب في محاربة تجارة العبيد وتحرير العبيد ومنع الرق إلى آخر فنتحدث قبل أن نتحدث عن دور الإسلام نتحدث عن تاريخ الاستعمار الغربي في الأماكن اللي هو دخل فيها دخل فيها فماذا فعل الاستعمار الغربي مع سكان هذه الأماكن الأصليين أنا لا أدخل بالتفصيل ولكن أنا حسرد الأماكن ماذا فعلوا مع الهنود الحمر في أمريكا والأبورجيون في أستراليا والإلوكاس والأنويت والإسكيمو والميتي والكري والأوجيبو والسيكسيكا في كندا والسوميون والسامار في السويد والموري في نيوزرندا ماذا حدث لسكان البلاد الأصليين ماذا حدث لسكان البلاد الأصليين هناك ثم الاستعمار الغربي الحديث لأفريقيا وشمال أفريقيا الاستعمار الإطالي في ليبيا ماذا ما حدث في ليبيا استعمار الفرنسي في الجزائر البلجيكي في الكونغو واللي مات فيها ما لا يقل عن عشرة مليون شخص بفضل بربرية الملك ليبولد الثاني وقد سميت الكونغو في هذا الوقت البلد التي ذات أياد واحدة يعني كانوا بيقطعوا أحد أياد الأفارقة الذين يتكاسلون في جمع المطاط الاستعمار البريطاني في الهند وفي أفريقيا ماذا فعل فيها؟ الاستعمار البرتغالي في موزنبيق والولندي والأسباني والبرتغالي في أندونيسيا والأسباني في المكسيك وأمريكا اللاتنية وكذلك ماذا فعل السرب في مسلم البوسنة في القرن الماضي من قتل واغتصاب للفتيات وماذا فعل قوات الحلفاء بعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية التانية حتى أن كثير ما لا يقل عن نصف مليون امرأة في برلين كانت تريد أن يذهبون إلى الأطباء يريدون أن يتخلصوا من حياتهم خشة أن يغتصب واغتصب في ألمانيا ما لا يقل عن 2 مليون نسمة من النساء وماذا فعل الأفارقة بعضهم؟ فيرواندا في 94 و95 كل هذه الأشياء بتلطينا صورة صورة على العنصرية سواء كان بين أفارقة بعضهم أو بين الأوروبيين وبعضهم إلى آخر أو بين الأوروبيين والأمريكان والشعوب التي كانوا يحكمونها أو يحتلونها هذا بالنسبة للمدخل الثاني المدخل الرابع ممارسات العرب نحن لسنا ملائكة أبدا ممارسات العرب في القرن الـ 21 وهل هذه الممارسات هي قريبة من تعليم الديني الإسلامي الحنيف؟ والقواعد التي أرسلها المصطفى صلى الله عليه وسلم والقواعد التي أرسلها الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من تذكر أنه أنسى وجعلناكم شعوبا وقبال لتعرفه إنا أكرمكم عندنا أتقاكم أولا بالنسبة للقوانين هذا التعاون مع الوافدين العاملين اللي أتوا لأراضي العسل واللبن والنعيم إلى آخر هناك قوانين تمنع التجنس حتى وإن عمل الشخص في هذه الدول لمدة عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين سنة ليس له حق الجنسية أو ليس له حق الجنسية إلا باستعطاف مفيش خانون يعطي الحق الجنسية مباشرة مفيش حتى حق الإقامة الدائمة بعد مدة العمل يعني مثلا أنا في بريطانيا بعد أربع سنين أو خمس سنين عمل ودفع الدرائب خط الإقامة الدائمة وكذلك في أمريكا وكل حد ذلك لكن هناك دول عربية غنية تمنع تمنع الزواج من أبنائهم وابنتهم من غير المواطنين الوطنيين في أمر ثاني أخطر من كده والهو عبودية أم عنصرية وهو الكفالات قانون الكفالات أقرب ما يكون إلى الاستعباد كيف يعامل الكفيل المكفول في حق الإقامة وحق انتهاء العمل وحق السكن وحق المرتب وحق أشياء كثيرة جدا 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 قبل أن نقف لأوروبا ونقول لها أنت يا مخطئة ولأمريكا أنت مخطئة نقول لها أنفسنا نحن أيضا مخطئون وكان لزاما علينا أن نتبع سنة المنصف صلى الله عليه وسلم ونتبع الإعلانات الإنسانية لحماية حق الإنسان التي أرسى قوعدها الله سبحانه وتعالى حتى المقيمين على بعض الأراضي التي أصبحت دول فيها بعض أصبحوا الآن ليس لهم حق التجنس وهم ماذا؟ وهم بدون هوية وبدون جنسية الحقوق في بعض هذه الدول حقوق المختربين قد يكون فيه تفرقة بين إنسان عنده نفس الشهادة ونفس الخبرة ونفس التاريخ ونفس العطاء ونفس التعليم من بلد ما وإنسان آخر بنفس الكفاءات من بلد أخرى وقد يكون أحسن لكن أصحاب هذه البلد هم مميزون عند الكفلاء فهذا نظام استلقاق وعبودية أكثر من هو تفرقة عنصرية اغتصاب الحقوق من هؤلاء الناس للمساكين اللي هم عايزين فتاة العيش لكي يعيشوا في هذه البلدان ليس فتاة اغتصاب الحقوق لكن في بعض الحالات الشازة اغتصاب الخدم الذين يعملون في هذه المنازل أخلاقيات التعامل اليومي بيننا وبين هؤلاء من نحن حتى نستعبدهم كما قال عمر بن خطاب ردله عنه لسيدنا عمر بن العاص مدى استعبدتوا من الناس وقد وردتهم أمورتهم أحرارا مكانة ما كانت يعيشون فيها وشفناها في جائحة الكرورة في بعض البلدان كافة يعيش عشرة وخمسة وسبعة وتمانية في غرف قد لا يكون فيها تكييف كل هذه الأشياء تقول أن العرب وكثير منهم يمارسون موارسات لا أخلاقية بالنسبة للتمييز أو التفريقة العنصرية أو بالنسبة لاستعباد هؤلاء الناس أضرب مثلا على دولة من الدول أنا جيت من مصر مصري وأفتخر أن أنا ولدته هناك عندنا شخصية معروفة يشار إليها بالغباء والبلهة والعبط وكل حاجة كيف شخصية الرجل السعيدي؟ منذ أكثر من مئة سنة والإعلام المصري وحتى الإعلام العربي وكله يتحدث عن السعيدي عنه رجل كذا بالعكس الرجل السعيدي الرجل عنده أخلاق عنده شهامة عنده رجولة عنده مرؤة عنده شفافية عنده وضوح مش بتاع لف ودوران فكيف يحدث هذه العنصرية ما بين أبناء المدن الكبرى في مصر وأبناء الصعيد؟ بنمر واحد بنمر اثنين في بعض الأماكن تتميّد أهل العاصمة يتميزون على أهل المدن الأخرى أو يميزون أنفسهم على أهل المدن الأخرى أو يميزون أنفسهم أهل المدن يتميزون أنفسهم على أهل الريف والبادية كل هذا يعتبر سوء خلق فينا نحن كعرب ونحن لسنا أحسن ممن كانوا أو قتلوا جورج فلويد داخل القرى الأفريقية فيه هناك تمييز عنصري بين درجات اللون في البشرة السوداء وهذا حادث في جنوب السود السومال 60 ألف بنسميهم بانتو هم اللجوم مع العبيد أو مع الرقيق في القرون الماضية وسكنوا هناك فتخيلوا فيه تمييز ما بين الصوماليين والبانتو اللي موجودين في جنوب السومال التمييز ليس فقط ضد البشرة السمراء لكن فيه تنمر أيضا بيحدث ضد البيض فيه بعض الناس يقولك ده بيض ده كالح ده يعني زرقة يعنيها زرقة إيه العرف ده؟ أنتو ملكم أنتو ملكم دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى ربنا خلقهم هكذا شعر أجمل شعر بالنسبة للرجل أو المرأة والعيون والبشرة وكل هذه الأشياء كأنك أنت بتسبب الله سبحانه وتعالى في خلقه الذي خلقها وكرمهم نحن نتكلم عن التنمر نتكلم عن أصحاب حتى أصحاب التسمرات السوداء يفرقهم من بعضهم تفرقة عنصرية النقطة الخامسة أو المحوى الخامس في كلامي معكم اليوم ما هو السبيل للحل؟ نحن قدمنا دلوقتي جائحة اسمها جورج فلويد وفيه أشياء كثيرة حصلت في خلال التالي أسبوع اللي فاتت ونحن ننظر لمجتمعات كهذه تغيرت فيها أخلاقيات الثقافات والقيم والأعراف لابد علينا من معرفة ماذا؟ من هم الذين يسعون لإحداث الفرق بين أبناء المجتمع الواحد لكي يسهل عليهم قدرة هذا المجتمع بعد تقسيمه ومن ثم استغلال وصرقة مقدراته؟ وده سمعتها الكلمة دي من جدتي رح مطلع عليها يمكن مثلا في الستينيات يعني من ستين سنة قلت لي يا ابني الإنجليز لما يجوم احتلون هنا عندين ذات سعلة بالعجوز عندهم سياسة يعني عظيمة جدا قلت لي يا ستي قلت لي سياسة تفرق تأسود تخيل هذه المرأة التي لم تكن تقرأ ولا تكتب مثلا بسيطة لكنها علمت وعرفت وخبرت فبالتالي من أهم مكونات الدولة العميقة داخل أي دولة إحنا فيها وما في دولة في العالم إلا داخلها دولة عميقة فاسدة أو صالح داخل هذه المكونات الدولة العميقة الفاسدة ست مكونات أنا حذكرهم لكم هم اللي بيحاولوا يحدثوا هذه الانقسامات وهذه العنصريات وهذه العبوديات الأولى لجالات أعمال فاسدة لا يرون إلا كسبا سريعا لمؤسستهم ولبنقهم ولأهليهم دي نمرة واحدة لجالات أعمال لا أخلاق لهم في الدولة العميقة داخل الدولة نمرة اتنين سياسيين ومثقفين لا قيم ولا قامة ولا قيمة لهم إنهم غثاء كغثاء السيد نمرة ثلاثة مؤثرين إعلاميين النفاق دادنهم الإعلاميين ده ما تشوفهم بيتكلم بمنتهى الحماس والحرارة وكذا وكذا وتعتقد أنهم من الأنبياء ومن المصلحين ومن كذا ومن كذا وهم دادنهم جميعا النفاق الرابعة رجالات دين رجالات دين ونراهم دلوقتي في التلفاز وفي السوشيال ميديا إلى آخر يغيرون أراءهم وفتاويهم وفتاواهم كلما أرادوا أن يتبولون بها على المجتمع تأسمع لأحدهم بارح يتحدث عن بعض الحروف ما فهمنا منها شيء لما نفتن الناس بأشياء غريبة على الناس ونقول عنهم أنهم علماء علماء والله إن العلم بريء من هؤلاء رموز فكرية وأدباء وشخصيات مجتمعية تسعى إلى ماذا؟ إلى الكسب السريع والمجد المنموس والسمعة الخدعة كل هؤلاء يحاولون أن إحداث الفرقة داخل المجتمعات بتقسمها إلى مجموعات صغيرة تتصارع مع بعضهم نمر 6 وهذه أهم نقطة فيهم هي جهات أخرى خارجية هي المستفيد الأول من إحداث الفرقة المجتمعية لماذا؟ وهي لتدعم كل هذه التكوينات المناهضة لإحداث الوحدة المجتمعية والمحافظة على تغيير مسيرة المجتمعية هذه الجهات الأجنبية هي التي تغذي مثل هؤلاء الأشخاص الذين الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرن قال إنهم الروايبضات الذين يتصدرون المجالس وهم أجهلنا الجهلاء يبقى دول هو ما هو السبيل للحل نعرف المشكلة في الدولة العميقة ثم ننتقل إلى كيف تعامل الإسلام مع الرق وأنا أقول هنا لا يجوز بعد هذا أن يتجر العرب المسلمين في تجارة الدقيق أو استعباد الناس سواء كان بقوانين إحنا حطناها بنحافظها كل دا رقق مقنعة كل دا رقق مقنعة قال واحد وقت شيء في ورقة كتبها الأستاذ سليمان الضحيان اللي هو سليمان الضحيان في مكا اتش ان بي دوت كوم قال إيه؟ قال كيف تعامل الإسلام مع الرق وسع وسائل تحرير الأرقاء فتح الأبواب فتح الأبواب المغلقة جعل الماء الراكد يخرج ويسير في الترع وفي الأنهار بأمتى؟ فجعل تحرير الرقيق هو أحد مصارف الزكاة الثمانية أحد مصارف الزكاة اللي هو تحرير الرقاء دمنا اتنين جعل العطق ده من أمتى؟ ده من ألف متقولش بقى أن في 1814 الأوروبيين اجتمعوا وكان فيه نهضة صناعية والنهضة الصناعية نحن عندنا الآلة البخارية وبدأنا نعمل قوانين عشان نرى لا 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 هذا الأمر في صورة التوبة في 8 مصارف للذكاة ثم بعد كده هو جعل العطق واجب واجب في ايه؟ في بعض الكفارات كما في القتل الخطأ الزهار كان يقول لزوجته أنك على ظهر أمي يحرمها على نفسه الجماع في نهار رمضان والحنث باليمين شفت من قبل 14 قرن و40 عام وضعنا أو فتحنا الأبواب لكي نقضي على هذه التجارة ونقضي على هذا الاستعباد وهذا الاستلقاق حرس الإسلام منذ اليوم الأول على أن يسمي العبد عبد والأما أما قرن الإحسان الإسلام قرن الإحسان بإيه؟ قرن ما بين الإحسان بالولدين ومملكة أيمانكم في نفس الآية في نفس الآية أولها ومملكة أيمانكم خسل التعامل مع العبيد ومع الخدم وجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لطم الخادم أو لطم العبد أو لطم الجارية يعتبر عطق عطق جاء في شرح النهوي على مسلم كتاب الإيمان باب صحبة الممليك وكفارة ملطة مع عبده 1657 حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زازان أبي عمر قال أتيته ابن عمر رضي الله عنه وقد أعتقى مملوكا فأخذ من الأرض عودا وقال لقد سمعت الرسول الله صلى الله عليه يقول ملطة ما مملوكه ودربه ودربه فكفارته العطق اللاتمة دي شايفين اللاتمة دي كده كفرتها التي وضعها المصطفى صلى الله عليه وسلم كقانون إنساني وأعلان كل إنسان من قبل 14 ألف قبل 14 قرن كفرتها العطق 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 هذا كان نهز المصطفى صلى الله عليه وسلم نرجع مرة أخرى فكيف تعمل إنسان مع هذه الجائحة جائحة العبودية والاستلقاق في الآية الكريمة في سورة الحجرات يا أيها الناس إعلان يا أيها الناس في كل مكان في كل زمان في كل عب في كل صوب في كل لون في كل ثقافة في كل مجتمع في كل تاريخ إني خلقناكم من ذكا وأنسى وذا عندكم شعوبا وقوابا إلي ترافوا إن أكرمكم أكرمكم عند الله وأدقاكم والتقوى ها هنا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم التقوى هنا لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى ويشيره إلى قلب حرم الظلم قبل الله سبحانه وتعالى وإلي لا يجرم لكم شعوبا وإلا تعدلوا حتى لو كانوا أعداءكم ولا يبقى عندكم اعدلوا هو أخرى بالتقوى العداوى شيء والظلم شيء تالي الإحسان لغير المسلم كل هذه الأشياء تعتبر رواكز أو قواعد في حقوق الإنسان على مستوى العالم منذ 14 قبل لأنهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم طالما في هدنة لابد تبروهم وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقصدين الممتحنة 8 وقبل كده ناجم لكم شنان المائدة 8 الجار حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل وصى سيدنا محمد بالحسن الجوار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى أدرنته أنه سيورثني ولم يذكر أكان الجار يهوديا أم مسلما أنبوزيا أو إلى آخر حقوق الذمي من الذي يقف للذمي أمام الله سبحانه وتعالى أنا حجيجه نصر صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إلا من ظلم معاهداً يعني من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيج من؟ حجيج الذمي يوم القيامة في سنة أبو داود كتاب الخراج حديث 3052 حرية العبادة دا إكراه في الدين البقرة كل هذه الأشياء تدل على كيف تعامل الإسلام منذ وهو أكثر من 14 قرن مع العبودية ومع التفرقة العنصرية ومع الرق إلى آخره إلى آخرين لكي يزرع العدالة الاجتماعية بين طواقف المجتمع المختلفة في حديث أخر يعني في يوم من الأيام كان فيه واحد اسمه المغرور حدثنا سليمان بن حرب عن واصل الأحدى مع المغرور لقيته أبا ذر سيدنا أبا ذر وكان عليه حلة مثل البدلة وكان جنبه الخدم بتاعه عليه نفس الحلة فقال له أبا ذر نفس التفصيلة فحكى له ماذا حدث بينه وبين سيدنا بلال ابن رباح رجل الله عنه مؤدن رسول صلى الله عليه وسلم فقال لقد عيرت أبا بلال بأمه وقلت له يا ابن السوداء كلمة واحدة كلمة واحدة قالها لسيدنا بلال يا ابن السوداء فذهب بلال رجل الله عنه شاكيا أبا ذر رجل عنه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأتى أبا ذر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لأى المصطفى صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه يعني سبيت أمه سبيت أمه سبيت أمه فسكت سيدنا أبا ذر سكت سيدنا أبا ذر قال له كلمة واحدة رسول الله عنه إنك امرأ فيك جاهلية يعني فيك خلق من أخلاق الجاهلية فما استراح أبا ذر إلا أن وضع رأسه ووجهه على الأرض راجيا من سيدنا بلال ابن رباح العبد الحبشي الذي كان حبشيا وعبدا قبل الإسلام وأصبح سيدا فيما بعد قائلا له أرجوك أن تطئ بقدميك وجهه فرفض بلال رامطا لأبي ذرد ثم تعنق لكن شفوا الإعلان اللي هزيعنا عنه رسول صلى الله عليه وسلم إنك امرأ فيك جاهلية يقول لنا كون لنا إخوانكم خوالكم يعني خدمكم إخوانكم إخوانكم خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه أو أخته تحت يديه فليتعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم هذا رواه البخاري في 30 منازل لمثل هذه الأشياء لمجرد أن سيدنا بلال سيدنا أبو ذر عير سيدنا بلال ببشرة أمه هذا ما حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم معلم البشرية أطلق هذه النداءات الإنسانية لتحرر الناس من العبودية المقيدة حينما كانوا يفحطون أو يحفرون الخندق في غزوة الأحزاب اختصم الصحابة والمهاجرين والأنصار على سيدنا أبو سلمان الفريسي فالأنصار قالوا سلمان منا والمهاجرين قالوا سلمان منا فخارج الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان عالمي من سيد قريش سيد العرب قائلا سلمان منا أهل البيت يعني نسب سيدنا سليمان الفريسي إلى أعلى نسب في قريش وفي العرب ثم قال حديث آخر فيه مساواة غير عادية غير عادية وقال السباق أربعة هذا الحديث من حديث أم هاني عن أبي أمامة رد الله عنه رد الله عنه قال السباق أربعة يعني أول الناس أربعة في العرب والعجم والفرس والحبش أنا سابق العرب لأنه صلى الله عليه وسلم عربي وهو كان أول العرب أن يصدع بهذه الرسالة الخالدة سلمان سابق الفرس سهايب سابق الروم بلال سابق الحبش يعني شوف وضع هؤلاء الآخرين من أبناء الفرس وأبناء الحبش وأبناء الروم جنبه على نفس المصاصة السباق أربعة أنا سابق العرب بلال سابق الحبش سلمان سابق الفرس وسهيب سابق الروم رد الله عنهم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم لما اكتفي بهذا في خطبة الوداع وفي خلح حجة الوداع أعلن إعلانات إنسانية عالمية مدوية قبل أن تولد الأمم والتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا وكذا قال أيه يا أيها الناس أو أيها الناس كان يخاتب لا يخاتب فقط من يحجون معه أبدا كان يخاتب من سيستمعون عليه بعد عمئات وآلاف السنين أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم إعلان إعلان إنساني إنسان كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلدت؟ الظلام فاشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اعتمناه عليها إعلان حقوق الإنسان ما أراد أن يترك هذه الدنيا إلا وأن يعلن هذه الإعلانات الحقوقية لحفظ كرامة الإنسان في كل زمان وفي كل مكان فلم يقول يا أيها المؤمنون أيها المسلمين لا أيها الناس الإعلان الآخر قال في نفس الخطبة أيها الناس إن ربكم واحد توحيد وإن أباكم واحد آدم يعني أنا أبوي آدم وأنت أبوك آدم وأنت أمك هو وأبوك آدم كذلك كلنا من أنت أم شخص واحد شخص واحد آدم أبونا 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 وإن أبوكم واحد كلكم 13 إن آكرمكم لها هضنط convict وإن أكرمكم عنده نظام فإن أتقAl isn't خاطئة التي يمارسها بعض العرب وليس العربين على عجمي فضل إلا بالتقوى تقوى هنا كما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ألهم ما بلغت؟ ألهم ما فشد؟ قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد الغاب هذه كانت الخبة الأخيرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وقال فيها أيضا في تحريم الربى إن ربى الجهلية موضوع إن دماء الجهلية موضوع ثم أوصى أوصى بنصف المجتمع أيها الناس إن النسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا ألهم ما فشد ألهم ما فشد لو أنه دائما من الأعزاء في انتشارها عن جائحة الكورونا لكن عندنا مثلا يوضع سره في أضعف خلقه من كان يقول ان جورج فلويد الرجل الأصمر اللي حصل فيه كذا 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 موته يسبب كل هذا الغليان في الشعوب في أماكن كثيرة جدا نسألنا سؤال الأول هل المظاهرات كافية؟ بالطبع لا المظاهرات ما هي إلا صورة من صور التعبير عن الغضب والتي بالتالي تؤدي إلى رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين وتحول المواطن اللي هو نسميه البيولوجي أو المواطن اللي هو من حزب الكنبة إلى مواطن قادر على الفهم وإحداث التغيير ويتحول من مواطن البيولوجي إلى مواطن نسميه حرق يستطيع أن يفكر ويؤثر ويستطيع أن يحدث التغيير سنقوم بمواطنه فلنفعل ما هي بعد المظاهرات؟ ماذا بعد المظاهرات؟ لنفعل ما هي ؟ هل قالنا لمواطن المظاهرات متى كفاية هلنفعل ما هي العنوان الكبير لابد أن نصنع قيادات مجتمعية مؤثرة تستطيع قيادة التغيير في التغيير لابد يكون له قيادات كيف نصنع هذه القيادات؟ بناء مؤسسات مجتمع مدني قادرة على إحداث عمليات التغيير أو دعم المؤسسات القائمة على إحداث التغيير هذه المرة واحدة من غير مؤسسات مجتمع مظاهرات ستجعلنا نعرق ونزعق ونصرق ونصرق ثم نجد تحالفات مع المنصات القائمة التي تدافع عن هذه المنظومة ثم تكوين مجموعات ضغط لكي تؤثر على أصحاب القرار في الأماكن التشريعية ونيابية إلى آخر من الأربعة أن نتحالف مع المؤسسات البحثية لتحويل الثورة المجتمعية إلى أوراق بحثية ومن ثم إلى مقدمات للتصويت عليها داخل مجالس التشريعية كتصبح قوانين تلتزم الدولة والمواطنين بها يعني الهجة بتاعت مظاهرات جورج فلويد دي لابد أن تتحول إلى قوانين من خلال المصارى الطبيعي والمصارى الحقيقي لهذا نعم الخمسة وهذه أهم نقطة وهي مادة حقوق الإنسان هفصل فيها خمس أو ست نقطة أول حاجة نجعل مادة حقوق الإنسان جزءاً قاعدياً من الثقافة المجتمعية وتدرس في المدارس والجامعات يعني محورية 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 ويكون لها قانون يحميها قانون يحمي هذه المدار نعم اثنين تكون أحد المواد أو البنود التي ينص عليها الدستور التي ينص عليها الدستور دستور البلاد نعم ثلاثة تكون شريطة للتوظيف والترقية ننظر إلى تاريخ هذا الشخص أو هذه الإنسانة في سلوكيتها مع حقوق الإنسان نعم الأربعة أن تنتهك هذه المادة من خلال الأفلام والدرامات كما ذكرت مع الصعيدة والفلاحين في مصر في كل الأفلام الأديم الأبيض والسود نعم خمسة أن تشدد العقوبات على مخالفيها يعني الذي يخالف هذه المادة تشدد عليها العقوبات بغرامات قد تصل إلى السجن وعى الأشغال نعم ستة أن يحرم مخالفيها من كافة الحقوق المدنية لفترة ينص على القانون يعني اللي بيخالفها القانون يحرم هذا الشخص من حقوقه المدنية أو هذه المدنية لفترة ينص على القانون نمر سابعة أن تكن في صحيفة ثوابق من ينتهكوها من المواطنين ده بالنسبة لمادة حقوق الإنسان التي لا يعبأ بها كثير من الزعماء الذين نعرفهم مماهم زعماء يجي آخر نقطة للنقطة التمنى ما وقل علاقة بين الكورونا وما حدث لجورج فلويد يعني إيه العلاقة؟ أنت يعني جيبنا يمين وشماله وبطلعنا فوق وتحت وجيبنا تاريخ الأوروبيين والأمريكان واللي عملوه كذا وكذا 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 وكل ذا وإيش دخل الكورونا في الموضوع أقول لك إيش دخل الكورونا في الموضوع جورج فلويد مات إمتى؟ مات يم 25 مايو في مدينة اسمعة من يابوليس في منيسوتا يعني من ثلاث أسابيع بالظبط واحد وعشرين يوم منذ ذلك اليوم لم تتوقف المظاهرات لا في أمريكا ولا في دول أوروبية ولا في دول أخر لم تتوقف على الإطلاق على الإطلاق وكثير من المتظاهرين لم يكنوا يرتدون الكمامات وفي داخل المظاهرات التي وصلت بالملايين في كل هذه الدول ما كانش فيه تبعات اجتماعي أبدا ما فيه تبعات اجتماعي ما فيه كيلومات كان فيه صدامات ما بين المتظاهرين ورجال الشرطة من جهة وما بين المتظاهرين والمضطرفين عنصريين من جهة أخرى يعني فيه تلاحم يبقى نتوقع إيه بقى حسب قوانين كورونا اللي احنا بنبلعها كل يوم كده زي إيه البلبيع يبقى نتوقع إن عدد المصابين بالكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يزداد 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 هل ازدادت هذه الأعداد ولا كورونا هتطلع فانكوش ويطلع إيه إحنا يتضحك علينا ويعملنا أمثال وحسبا آخر يبقى نحن ننظر نحن نرى جائحتين جائحة كورونا بقى لها سبعة أشهر وما قام به من تعطيل الحياة في كافة أو كثير من دول العالم وجائحة جورج فلويد الذي حرك العالم وحرك المياه الراكدة استدعى الإنسان أن يقف مرة أخرى من أجل أن يحصل على قرمته وحقوقه وأن يرفض الاستعباد ورفض التفق عن سياسة جزاكم الله خير وأنا أتمنى أن نسلنا منكم بعض الأسئلة وفي بعض الأسئلة قاتت لي على اللي هو تعليق من يوسف بن بغداد أعيش في غرب أفريقيا للأسف بفعل بعض السلوكات العنصرية في المجتمعات العربية أصبحت نظرة الأخوة الأفريقية تتغير من تعظيم العربي وتقديمه في كل شيء إلى نوع من المحاسبة أو على الأقل التقليم منهم هذا تعليق جزاكم بالله خير الأخ يوسف بن بغداد وطالما لا يوجد هناك أسئلة كثيرة أنا أشكركم وأتمنى أن ننتقي غدا غدا ستكون الساعة ستة أيضا بلغة الإنجليزية يعني من أراد أن يسمع هذا الطرح اللغة الإنجليزية فهتكون غدا أيضا إن شاء الله باللغة الإنجليزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم غدا إن شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته